لكن انا اريد اقولك احنا يعني المجموعة البرلمانية اللي موجودة هي مجموعة مختلفة حزب يكتائد امر تاني وهو حزبه مستقر وما فوش اي سراعة داخلية السراعات الداخلية اللي بتشوفها في العزب لا الحزب الشعب الجمهوري مش معدوش السراعات الداخلية دي فقدر يبرز مرشح وقدر يجتمع في الهيئة العودية للحزب على اتخاذ هذا القرار من هو قادر على المنافسة اقادر على المنافسة قادر على الحجد قادر على الحجد وقدر ياخد هذا القرار وفعلا اخد قرار الخوض في الانتخابات الاسية ثم حصل المرشح على 44 نائب بولماني تأييد من نائب بولماني ودخلنا الانتخابات ب44 تسكية نيابية ودخلنا كمان ما يقرب من سبعين الف توكيل بتعاملوا في ثلاث ايام سبعين الف توكيل داخلين انا رحت انا ولمرشح ومعنس حازم عمر الى الهيئة الوطنين الانتخابات انقدمنا ويريت المشهد دا يكون موجود عند حضراتكم بالكرواتين التوكيلات ودخلين بها ودخلين بالتسكيات انساد النواب ودخلت انا ولمرشح حازم عمر وقدمنا كل ورقنا ومستوفين كل الاوراق ودخلين احنا مش دخلين لا دخلين بالنافس دخلين بقوة بغض النظر يعني عن ما يقال لكن احنا قدمنا في ظرف ثلاث ايام يعني معنى سبعين الف توكيل على مستوى الجمهورية احنا مش دخلين بتسكيات نواب اللي موجودين في الحزب بس لا احنا دخلين بتوكيلات بتوكيلات تحرير هذه التوكيلات داخل بخارات الشهر العقائي على مستوى الجمهورية وده انعكس بيعكس انه هناك تواجد حقيقي للحزب في السبع وعشرين محافظة بالزبط وحضرها تقدر تشوف المؤتمرات بتاعتنا اللي احنا بنجول فيها الجمهورية وتشوف مدى الحجد وتقدر وتشوف الناس ازاي هي مقتنعة وبعدين بيتم منقشة البرنامج الانتخابي للمواشر وبيطرحوا على كل وسائل الالام وعلى كل الجمهور في كل المؤتمرات